أشهد وزير التنمية المحلية لواء هشام أمن بالدور المهم والمحوري الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أرض المحافظات والمساهمة في تحسين معيشة ملايين الأسر في القرى والنجوع وتوفير العديد من الخدمات الأساسية لهم وخلال اجتماعه مع أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتورة نوها طلعت أشار وزير التنمية المحلية إلى تقديم الوزارة كل الدعم اللازم وتنسيق المطلوب مع المحافظات وتحالف لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بما يساهمه في تحسين جودة حياة الموطنين كما أكد على الدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب مصر ودورهم المهم في العديد من القطاعات بالدولة المصرية خاصة في مجال العمل التنموي والأهلي على أرض المحافظات ومن جانبها أكدت الدكتورة نوها طلعت أن التحالف الوطني يقوم بتقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع المصرية من الأطفال والشباب وكبار السن عبر مبادرات ومساعدات متعددة ومختلفة في كافة المجالات